بين المحافظة والحداثة الجدل يشتاح رمالة وحتى صفحات الفيسبوك إثرى عرض أزياء ظن القائمون عليها أن أصدأه ستنتهي بعد العرض الأول إلا أن ردود الأفعال لازالت تتوالى حتى اللحظة وإن انتهت العروض التي استمرت لثلاثة أيام إلا أن حالة الجدل التي تبعتها لم تنتهي الجدلون بثقافة أوساط المجتمع الفلسطيني المعروف بأنه محافظ بشكل عام ووجود فئة من المواطنين الذين يتصفون بالانفتاح فمن صفحات الفيسبوك إلى الأحاديث العامة إلى المقالات الصحفية سجال لا يكاد ينتهي حتى يعاود البدء من جديد ما شفت فيه أي شيء خارج عن إطار المؤلوف أو خارج عن إطار العادة أو التقريد حتى تفاجأت من الصور النزلات على السوشيال ميديا وخصوصا في سوك تويتر أن هذه الصور موجودة برعم الله أنا بس يعني عندي انتقاد أنا مش ضد العرض أبدا لأنني بشوف أفضع من هيك ببيرك بالسباحة أنا من هي بشتغل مدربة السباحة فيك عندنا ببيرك عندنا كثير ماكس بالسباحة بتكون وبكونوا بكينز يعني شو الفرق بين هون و هون و هناك بتصوروش كان المشهد على مدار ثلاثة أيام غريبا لكثير من مواطني الطفة الغربية ففي حين انصب غضب الكثيرين على العرض الذي اعتبروه أنه من شأنه المساس بالعادات والتقاليد الفلسطينية رأى آخرون وعلى رأسهم منظموا الحدث أن الموضة حدث فني يجب تنميته رأينا أول يوم عرضنا 17 بدلة في الثاني يوم برضو 17 بدلة وآخر يوم النهائي عرضنا 17 بدلة برضو مش إحنا كنا بس لحالنا مشتركين كان في كتير محلات من رمالة مثل كتير شركات عرضت كوليكشن 2013 للعرايس بدلات سهرة العرض كتير كان حلو مستوي كتير راقي بأفخم وثلاث رمالة الرافضون للعرض وجدوا أن فيه تشويها لصورة المرأة الفلسطينية واستخدام الجسد متجاهلين الإرثة الثقافية والحضري لهذا المجتمع هذا بعطي انطباع برا أنه الوضع تمام وعالي العال وهي بتسوي حفلة عروض أزياء طبعا أنا عرضت على صفحة الفيسبوك تبعتي ويجاء علي هجوم كتير وصرت محام الشيطان أنا بحب أوضح أنه أنا مش ضد عروض الأزياء أنا ضد حملات التعري اللي صارت في عرض الأزياء وأهم شيء أنه يعني هذا مش وقته يعني إحنا عندنا أولويات عندنا احتلال عندنا مستوطنات عندنا أسرة وبيجي حفل مثل هيك ما بعرض أزياء فلسطينية والأزياء اللي عرضت ما إلها علاقة بالطرق أو بالواقع الفلسطيني ورغم أنه ليس العرض الأول في رامالله إلا أن العروض السابقة لم تكن بحجم أسبوع الموضى هذا من حيث المشاركة والدعاية والتغطية الإعلامية وعدد العارضات الذي وصل إلى ثلاثين عارضة من مدن رامالله وبيت لحم ونابلس والقدس وحيفا والناصرة لليوم على الحرى مرفة العزة من رامالله وللمزيد يسعدني أن أرحب بالعارضة نمير أبو غربي وإحدى المشاركات في أسبوع الموضى الفلسطيني أهلا بك معنا نمير في البداية كيف شفت العرض؟ كيف كان ناجح برأيك؟ برأيك كان كثير ناجح عملنا كثير عروضة بالهيك في رامالله بس ما كان بحجم العرض اللي عملنا هذا فبرأيي من الحضور ومن التصوير ومن عدد القنوات اللي غطت الإشي شفت أنه كان كثير ناجح أكثر من أي شيء عملنا كان فيه اهتمام كثير كبير بهذا الأسبوع كان فيه تغطية كثير كبير الانتقادات كانت أحدى الانتقادات أنه فيه هناك سلم أولويات وبالنسبة للشعب الفلسطيني فيه أولويات أخرى غير عروض الأزياء ما رأيك في هذا؟ يعني ما أظنش فيه أشيء أولوي أكثر من هيك يعني الناس كلها بتلبس لو شو ما فيه الناس بدأت تلبس لو فيه احتلال لو فيه بغض النظر زي ما قالوا وإشي فيه ناس انتقدوا أنه معارض للدين بالنسبة أنه فيه كثير ناس مننا ومن كل الناس هدول بلبسوا مثل هاي الفلسطين في مناسباتهم في حفلاتهم في عراسهم صحيح هذا مشهد احنا منشوفه عادة في رمالة تحديدا واللي هي تعتبر مدينة نوعا ما منفتحة أكثر من مدن أخرى والفلسطين اللي شفنا هي الفلسطين نراها بالأعراس يعني شو السبب الأساسي كان برأيك للانتقادات هل لأنه هاي فعلا مش من سلم أولويات يعني انتقدات عليها فيه ناس انتقدوا الملابس وفيه ناس انتقدوا أنه فينا احنا أشياء أكثر أهمية من الموضة ومن الأزياء بس بغض النظر في الحالتين ما فيش اشي اسمه أولوية يعني فيه ناس من اللي بتنتقد ما فيش إلها أي مبدأ ما فيش وجهة نظر من ناحية الانتقاد اللي هي عم تنتقدها يعني شو كانت الأسباب إذا كان حكتيلي أنه بالفيسبوك كان فيه هجمات معينة على بعض العارضات شو كانت الإدعاءات هناك كان فيه كتير ناس دعوا أن الفساطين كانت كتير محتشمة أو منافية لعاداتنا وتقاليدنا وفيه ناس زي ما قلت لك هاجمت الموضوع لأنه احنا فيه عندنا كتير أشياء أهم من الموضة أو هم من الفساطين أنه احنا نتوجه لها أكتر من الموضة كنت متوقع قبل ما تشتركي في هذا المهرجان أنه رح يصير فيه انتقادات من هذا النوع طبعا كنت متوقع لأنه كل مرة بنعمل هيك شيء حتى لو كان صغير أو كبير بيكون فيه انتقاد بس هاي المرة كان انتقاد كتير أكتر من ما توقعنا لأنه المهرجان كان كان أكبر كان فيه له دعاية أكبر مع أنك عارفة أنه رح يكون فيه انتقاد كان مهم لك أنك تشترك في هذا المهرجان ليه؟ لأنه هذا الاشي اللي أنا بحبه بغض النظر إيش الناس بتحكي وإيش الناس بتفكر أنا بحب هذا الاشي وأهلي كتير بيدعموني وبشجعوني عن الموضوع فأهلي ما عندهم مش أي مشكلة أنه أنا أعمل هذا الاشي لأنه أنا بحبه طب هل مثلا كان فيه عندك عروض أزياء لنقول عبيات فلسطينية سابقا؟ عبيات لا بس مرة كان فيها نعرض أزياء لأتواب فلسطينية كان في رمضة كمان وكان فيه انتقادات على الأتواب الفلسطينية؟ كان فيه حتى على الأتواب لغم أنهم محتشمين نوعا ما بالضبط كان الانتقاد أنه بغض النظر هذا أزياء كمان وعرض أزياء ففي عندنا كتير اشياء أهم من حتى لو بدك تعرض طوب فلسطيني فيه كتير اشياء أهم من هيك ما نعرضها طب كان فيه مضايقات شخصية لإليك أو لأحد العرضات اللي كانوا مشاركات يعني لأي مدى كانت الانتقادات هي على الانترنت أو كان فيه تعرض لبعض أي حدا من اللي شاركه؟ بالعادة كل الناس اللي بتنتقد تنتقد على الانترنت لأنه كتير أسهل عليها من نتيجة تنتقد الحدا في وجه يعني تحكي له انتقادة في الوجه في كتير من البنات وصلهم أشياء يعني على الفيسبوك مش كويسة بس أنا بالنسبة لي ما وصلني شي الحمد لله نمير كيف أهلك كان ردة فعل هون يعني أنت بتعمل بمجال عرض الأزياء كم من سنة تقريبا؟ ثلاث سنين ثلاث سنين شو كان ردة فعل أهلك على مشاركتك بهذا المجال زي ما قلت لك أنا مشكل بالأهلي فيها شوي جزء صغير من أهلي بننتقد الموضوع لأنه حكي الناس والناس والانتقادات بس فيك أبوي تحديدا أكتر من أكتر الناس اللي دعمني على هذا الاشي لأنه خلاص عارف أنه أنا مش عم بغلط ما بهموش ولا بهمني حكي الناس لأنه عارف فيش أنا فبما أنه أنا بحب هذا الاشي فاشجعني على الاشي عشان خليني أعمل الاشي اللي بحبه وهل بالنسبة لك عرضة أزياء فلسطينية بتشعر أنه فيه خطوط معينة اللي انت مش ممكن تتجاوزيها أو أنه المهنة يعني ممكن أنه انت حسب شو المهنة بتتطلب لا أكيد فيه خطوط ما بنقدر نتجاوزها لأنه بغض النظر أنه إحنا مش عم نسمع انتقاد الناس بس برضو إحنا بنضل في مجتمع شرقي والعادات والتقاليد اللي الكل بحكي عليها فدائما بنحاول فيه حدود أنه إحنا ما نتعداها ما نتعداها نضل تحت شوي تحت العادات والتقاليد والاشياء هاي تتمنى أنك تخرج لخارج البلاد يكون فيه عروض خارج أيضا بصراحة لا أنا كتير مرتاحة في الشواء المحليين ومبسوطة فدائما بفضل أنه ضل فيه العروض هلأ حتكون برا البلد حيكون فيه عندي عادة في الأردن في الشهر الجاي بس مش أبعد من هيك بتحب البلد بحب البلد طب ما دائما عم نحكي هيك لو حكينا عن مصممين الفلسطينيين كيف هيك بتشوف أبرز اليوم المصممين الفلسطينيين واللي ممكن فعلا أنه نسمع عنهم أكثر يكون فيه نجاحات فلسطينية في هذا المجال مشكلتنا أنه كل المصممين الفلسطينيين مشهورين برا أما مش معروفين عنا في فلسطين لأنه ما فيش سوء يدعم المصممين عنا فدائما بتوجهوا أنهم يطلعوا لبرا يشتغلوا ويبرزوا أسماءهم كتير بس جوا فلسطين عنا مش معروفين ومصممين بالداخل يعني إن كان برم الله أو بالخليل أو بالمدن الفلسطينية لأي مدى هون بالفعل فيه هون اليوم شعبية في هاي ثقافة أنه نروح نمصمم ونشتري منه فلسطان فيه موجودة بس مش عندي كتير من الناس للأسف أنت بالنسبة إليك كيف بتشوف خطوط الموضة الفلسطينية ممكن أنه تتطور هل بتشوف أنه لازم يكون فيه هكي دمج مع التطريز أو أنه ممكن أنه تكون موضة بحد ذاتها مثل الموضة العالمية للأزياء ما مدخلش إشي بالتطريز يعني كل يعني أوكي هذا من تراثنا بس مش رح ألبس تراثي وين أروح أنا مش رح ألبس تراثي بحفلة أو بعروس يعني ممكن ألبسه في مناسبات معينة أما مش رح أخلي تراثي يدخل في كل إشي في حياتي عم نشوف بالفترة الأخيرة نمير عم بشوف بالأعراس كتير عم بدخله على فستين اللي هي كتير حديثي أو مودرن عم بدخله تطريز فلسطيني شو رأيك بهذه اللمسة؟ يعني ممكن هم بالنسبة لهم أو برأيهم هذا إشي كتير حلو أو هم محبين يعملوا هذا الإشي أما بالنسبة إلي مش كتير مش شجعني الموضوع أني أدخل تطريز في فستين مودرن ليه؟ بعرفش يمكن هيك زوي يعني بتحب إذا كانت تطريزه فهو يكون متكامل بزبط طب فلسطيني أو أو إشي فستان عادي يعني ما يكونش فيه علاقة بالتطريز مين أبرز المصممين الأزياء اللي بلفتوا نظرك أو بتحب أنك أنت تعرض أزياءهم؟ أنا نفسي أعرض لإليساب كتير بحبه وبحب تصميمه وفيه مصمم من ناصرة بتوقع اسمه شمس شلوف حسب ما بتذكر اسمه كمان عنده كتير تصميم حلوة ونفسي أعرض من تصميمه ومن رمالله؟ رمالله ما عمليش سمعت فيه مصمم كتير معروف في رمالله كتير قليلين يعني حتى لو موجودين أنا ما بعرفش حدا ولو موجودين بالضبط مش هيكونوا موجودين أنا خارج البلد طب شو الطموح نمير؟ طموحي أنه أقدر أمشي في المجال هذا بالبلد بدون ما أتعرض لأي انتقاد أو أي تشويه أو أي شي وأمشي في الأشي لأنه أنا كتير بحبه زي ما قلت لك فطموحي أنه بس أشتغل هذا الشغل بدون ما أتعرض لانتقادات يعني المانويات لازالت عالي عالي حتى الآن يعني مفكرة أنك تستمري بهذا المجال أكيد رح أستمر وين يعني لوين مفكرة أنه أكتر تستمري يعني مع مين حابة أنك توصلي أو حابة أنك تتعملي أو تشتغلي قلت لك أنا كتير نفسي أعرض لأيلي صعب بس زي ما قلت لك كمان أنا مش كتير معنية أني أطلع براء البلد نعم كل العروض اللي بفكر أشتغل فيها تكون في البلد عندنا مش براء البلد نمير أبو غربي أنا أبدأ أشكرك كتير على وجودك معنا أنا أحلى أصحلى في كمانا دعي من موسيقى